الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اه نستقنف كلامنا على او دي مادة من مواد الامبي اي مستر اف بيزنس ادمين ادارة الاعمال. لو كلمنا في في عندنا نقطة مهمة جدا هي اه او يعني التطور في او يعني حجم العدد السكان وقد ايه تأثيره طبعا على الايكونوميك. يعني انت لما بتيجي تقسم او تحسب او عايز شوف الناتج المتوسط فبتقول لنا بقسم على البيبيوليشن. البيبيوليشن ده اللي هو اعتبر المقام. لو 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 المقام ده قال يعزاد هيبقى الكاس قليل هيبقى يعني نسبة الفرض الواحد قليلة جدا جدا جدا. فلذلك البيبيوليشن اه مهمة جدا في دراستك او انت بتدوس الايكونوميك اه فنشوف هنا ايه اللي حصل ايه ايه اللي حصل في البيبيوليشن جوس في الباست والباست والباست والفيوتش ان شاء الله. فانا بيقول لك اهو اه 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 او 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 سروق او او ايه اللي حصل في الهيستور يعني او بيقول لك والله كان اه مدي لك هنا شوية احصائيات بيقول لك دي ليير ليير وان مسلا اول سنة سنة واحد ميلاديا مسلا وده ساعتها كان كام? وهنا مسلا قبل الميلاد وهنا وهنا اه بيقول لك امتى يعني الدراسة دي بتدرس امتى يعني امتى الاعداد دي تتضاعف الضعف. فانا جمي بيقول لك مسلا لو بصيت كده اه في سنة واحد كان ماتين وخمسين بالمليون طبعا. كلام ده بالمليون. فماتين وخمسين وبعد كده زادوا كل ايه? الف سبعمائة وخمسين الف طبعا احنا ما عندناش بقى قبل يعني الف ستمية اهو القيون السبعتاشر قيون التمنتاشر وده القيون التسعتاشر قيون العشرين. يعني جيب لك كده اعداد تقريبية طبعا انه طبعا كل ما بقى التاريخ الرابط ليامنا دي فهتبقى يعني اكتر يعني. هتلاقي مسلا الفين وعشر كانت سبع مليار. احنا بنسمع السبع مليار ده. متوقع في الفين وخمسين يبقى عشوة مليار. او يعني يقترب يعني من العشوة مليار. دي سكان الايه للعالم كله? طيب انت بتشوف دلوقتي في المستقبل وانت كمان عايزش تفهم او يعني تعرف من ايه اللي حصل? ايه اللي حصل? يعني انت بتقولي مسلا في سنة واحد كانوا ممتين وخمسين مليون وكان متوقع عشان الرقم ده يعني يتضاعف يبقى خمسمية. كانوا بقولك محتاجين مليار اه الف وسبعمية تلاتة وتلاتاتين سنة. الف سبعمية وتلاتة وتلاتين سنة عشان الرقم ده تضاعف. فتضاعف تضاعف. متى يعني تضاعف. ويه اه جيت مسلا في سنة زي الف وتسعمية وخمسين تلاقي ايه اتنين مليار ونص. اتنين مليار ونص وكنت بتتوقع ساعتها ان الرقم ده يتضاعف في اتنين مليار ونص يبقى خمسة مليار. بعد ستة وسبعين سنة. ده الف تسعمية وخمسين. هو تضاعف فعلا ونصل الف تسعمية وتسعين. بعد اربعين سنة بس. تضاعف بقى خمسة مليار وشوية كمان هو تلتمية مليون. ساعتها كنت تتوقع ان هو يتضاعف يعني بعد اربعين سنة. ايه الاحسايات دي كلها يعني بيقيس النمو عامل ازاي? خد بالك النمو بيتسارع يعني ايه تسارع يعني كان الاول عامل زال قطي كده بيسخن واحدة 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 وبعد كده بيتبدأ اللي يقولك السرعة والعجلة السرعة هي ماشي بسرعة معينة. انما العجلة اللي التسارع في العجلة. فهي النمو برضو هنا الورل بيوليشن جروس بيتسارع. الجروس مش ماشي بمعدل ثابت. لا بيزيد. يعني ما شاء الله يعني. فتلاقي هنا مثلا الفين وعشرة. الحكاية دي بقى بعتبر برضو وحصائية قديمة. دلوقتي. بس برضو اهي يعني ايه في 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 مفيش حاجة قديمة. كل حاجة العلم دايما تركومي. اعمل حاجة جاي. حديثة دلوقتي بس ايه قارنها باللي كان موجود ساعتها في الفين وعشرة. فاتقول لي كانوا سبع مليار. ومتوقع ان انت اتضبلر الرقم ده يعني يبقى اربعتاشر مليار بعد سبعة وخمسين ساعة. ممكن يتضبلره قبل. ليه? لان زي ما قلنا كده بيتنامى بسرعة يعني مش 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 ما يعملوش يعني. يعني ما شاء الله طيب. يبقى دي اه اول حاجة في حتة يعني دراستك ليه بتشوف بتشوف ايه اللي حصله وعشان تتوقع يعني اللي فات ده كنا شوفنا كده طيب فيه بقى التوزيع يعني ايه التوزيع يعني لو جلبنا مسلا الكرة الارضية كده هتقول لي اه لو اطاطاها اربعة اربعة هتقول لي ان الربع ده بس ده يخص بس ده كانت سنة كام الف تسعمائة وخمسين الدول العظمة او الدول المتقدمة او الدول المتطورة كانت خمسة وعشرين في المية من ايه من 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 حجم السكان في العالم كله في الارض كلها وخمسة وسبعين في المية هي الدولوبين كانتريز التطور بقى الحصل للأسف للأسوأ يعني على بقى ما وصلنا الفين وتمنتاشر التوزيع تقطعت زيادة بقى كل المساحة المزللة دي ديفولوبين كانتريز والتومن فقط يعني الجزء الزغير ده بقى يعني ايه مش الرابع بقى يعني نص الرابع التومن ده اه هو ديفولوب دي كانتريز الدول المتطورة المتقدمة والسبعة اتمان او سبعين على تمانين ده اه كل ده ايه الديفولوبين كانتريز يعني اه يعني الدول اللي هي البيبيوليشن بتاعها بيزيد هي الديفولوبين كانتريز انما الديفولوب مسيطرين شوية الدول المتطورة المتقدمة مسيطرين على البيبيوليشن بتاعتهم شوية طيب اه هي البيبيوليشن يعني اه لو جينا وقلنا مسلا ده بيتأسس ازاي? فتقول لي اه في حاجة اسمها والمورتاليتي. والمورتاليتي يعتبروا الاتنين ممكن يكونوا اه عكس بعض بتقول لي ده هو البلد دي او المجتمع ده اه المرأة الواحدة ممكن يبقى عندها كم طفل. غالبا يعني او المتوسط. اه اه عندها اي واحدة في المجتمع ده متوسط كم عندها كم عائل. او كم يعني طيب. اما للمورتاليتي بقى ايه? العكس بقى. يعني ده لا يعتبر بيدينا مؤشر للموليد. ده يعتبر بيدينا مؤشر للوفيات بتاعت الاطفال الزهرين. المورتاليتي بيقول لك النمبر النمبر اوف تشيلدين هو داي بفور زير فيرست بيرس دي. النمبر اوف تشيلدين هو داي بفور زير فيرست بيرس دي. طبعا بيتقصى فيها بقى تقول لي بقى الجوانب الصحية او كده والرعاية والتقدم برضو بتاع الدولة هيقلل بس اه ما هما الدولة المتقدمة مسيطرين على دي. يعني ما بيخلفوش سبع تمانع عيال. اه فهتلاقي في فرق بقى لما ديجي نشوف الجراف هتلاقي فرق ما بين الديفوليب دي كانتوي. طيب انشوف طبعا ستقول لي الديفوليشن جروس ريت هو التغير في البيوليشن صايز. معدل النموة السكاني هو التغير فوالبيبيوليشن صايز. هو ايه اللي بيقصى في ببيوليشن صايز? حكتين. الديس ريت الديس ريت. والبيوسويت. اللي هو الفيرتاليتي الفيرتاليتي. بس طبعا مخصوم منه بقى لحد الجزء بتاع الميرتاليتي ده. الناس يعني بتولد مثلا الف عايز بيموت منهم مثلا مية فانت كده بتقولي الصافي تسعمية. طب وكام واحد مثلا بيموتوا في البلد دي فتقول لي مثلا ميتين. مثلا يعني اوقام يعني مصغرة خليها بالمليون خليها بالالف اي حاجة. المهم هتقول طب يبقى الفرق بقى هو ده ايه? هو ده اللي هيزود بتاعة البلد كل سنة. اه فهنا هو بيقول لك نسبة التغير. اه اه اكبر من الديس ريت هيزيد. انما لو اكبر من البيوس ريت يبقى هيقل. او الممكن كمان تقول لي ان في حاجة اسمها فيه هجرة او فيه اه ناس بيجوا الدولة من دي او بيهاجروا من الدولة يطلعوا بره فالبيبيوليشن ممكن ايهل بس ده قال لك ان يعني مش مش كبير قوي يعني. التأسير بتاعها مش كبير. طيب ايه البيبيوليشن جروس ريت لو بيقل هيبقى البيبيوليشن جروس ريت عالي صح? لو الديس ريت بيقل يبقى البيبيوليشن جروس ريت عالي. ليه ليه ممكن الديس ريت يقل? لان مسلا فيه فيكيشن في اه 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 اللي هو التطعيم. يا جنس مثلا الامراض المال كتيرة يعني اه فالي هي كانت في زمان بيتموت ناس كتير تسمع عن الكوليرا موتت ناس كتير عن المالاريا يعني مش عقف ايه. فدلوقتي بقى فيه التطور طبي في الحاجات دي. طيب وكمان ايه? وفي كمان زي ما قلنا قبل كده هي نسبة الكابتها ده بيتناولوا قد ايه من البروتين مسلا. عشان تقدر تعيز بالدخل او تعيز بالدخل هنا بيقول لك ان دي بيتقصر في الصحة والصحة ممكن هتقصر في الديس ريت الديس ريت بيقل لان الحمد لله الناس ممكن تكون بتدرق فيه تغزية احسن من الاول شوية. طيب يبقى التطعيم والدخزية وايه تاني? يقلل الديس ريت اللي هو بيزود الجروس ريت معدل نمو السكان الجروس ريت. هلك تالت حاجة بتقلل الديس ريت هو الكلير ووتر صابلاي. كلير ووتر صابلاي يخلي الايه? الديس ريت يقل يبقى الجروس ريت يجيد. طيب فيه حاجة تانية مهمة هو اللي احنا كنا لسه بنقول عليه. احنا شفنا يعني المعالين الاطفال مثلا اللي هم اقل من ستاشر سنة. واللي اكبر مثلا من الهبعة وستين سنة. انت بتقول لي من ستاشر ولمش كلهم كمان في في نسبة بطالة في وعالية في كمان في الايه؟ في الدول اللي هي فلو ده تيجي تقول لي مسلا في الدول بيبقى عالي. عالي بالنسبة الاطفال هتلاقي مسلا الدول اللي عندها هتلاقي عالي اربعين في المية. بالنسبة مسلا هتلاقي اتنين وتلاتين في المية. في اللي هما سبعتاشر في المية بس فنسبة عالية. فطبعا يعني هيبقى كده في ناس يعني معالين كمان ياخدوا من دخل الناس اللي هما في سن العمل. طيب اه ده شكل التوزيع اللي هو بيقول عليه توزيع للسكان في العالم وبعد كده عندنا نقطة اسمها المومنتم دي اللي هي الزخم. يعني شفت الترجمة تعالي تقول لك القوة الدفعة او الزخم. يعني ايه? يعني زيادة السكانية زي ما قلنا كده. لما شفنا الجدول الاولين يقولنا ان بيزيد يعني تده تقول مش متوالية زي ما الفاكري بقى الرياضة بتاع الزمان يقول لك في متوالية حسابية وفي متوالية هندسية المتوالية الحسابية هتقول واحد زياد واحد يبقوا اتنين. اتنين زياد اتنين يبقوا اربعة. اربعة زيادة اربعة آآ. يبقوا تماني تمانية تمانية ستاشة. فالحكاية بتزيد بالضعف قد يكون ال become sociiks wanna مش بالمش بالمتوالية الحسابية بتجمع. بتضرب او بترفع القص او حاجة زي كده فالمعدل النمو بيبقى ما شاء الله اكتر زي ما قلنا كده في الجدول الاولاني تتوقع ان مسلا بعد مية سنة تلاقي لا معدل سكان العالم بسرعة قبل ما اللي هو فتقول لي فيه فيه زخم او فيه قوة دفعة سريعة زي كده العربية ما بتطلع كده زي ما قلنا كده القطر كده بياخد ايه بيبقى لسه بيطلع بيسخن بعد كده يزيد يزيد دي السرعة يزيد فيه حاجة اسمها عجلة بقى مش سرعة العجلة اللي هو التصارع في السرعة السرعة بتزيد بمعدل بيتصارع كمان مش معدل ثابت اه فتقول لي الزخم ده او القوة دفعة لزيادة السكانية ده واحنا نقدر نسيطر عليه ولا نقدر نقيسه ولا ايه بالزبط فقولك هو المفوض البيبيوليشن اه جروس ريت تيكس اه دي كاديد اه دروبس يعني علشان الحكومات مثلا تبدأ تواعي الناس وان نعمل زي مثلا اللي هما بيقللوا الجروس ريت بتاعهم فيبقى الناتج المتوسط دخل الفوض يزيد لما يبقى عندنا اللي بور فورس هي اللي شاء الناس يعني سن العمل هما اللي شغالين اكتر لان ما يبقاش مثلا الديبندانسي بردانس دول اللي هما المعالين اكتر يعني عايز اقول ايه لما تقلل الجروس دوت هتبدأ ان انت تحسن الهيكل بتاع اللي بور فورس علشان تعمل التوعية دي او تعمل قوانين او الحكاية دي هتاخد عقود هنا بيقول لك الحكاية دي عشان يعني القطر بقى اللي طلع وتصارع ده عشان تفرمله ومش هيفرمل في لاحظة مش هتدوس على زرور كده او مفرمل هو ده مقصود من الايه? اه طيب اما الايه هيقول لك هو في عفوا الاسباب بيقول لك فيه هاي بيرس ريت كانت بي اوليرترد اوفر ايه? اوفر اه نايت مش 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 مبين الليلة وضحاها كده تقدر ايه تغير الهاي بيرس ريت ده. محتاج توعية محتاج قوانين محتاج تشجيع للناس اه طب وايه تاني? وقال لك كمان دي يعني شكلهم كده يعني الهايكل بتاعهم كده هتلاقي اعلى فيه سبب اه اهم من كده انه هو بيقول لك اه اه يعني لو بتقول لي مسلا ان كل اسر هتلتزم بطفلين فهتلاقي يعني جابه طفلين فالطفلين دول كل طفلة هيبقى عنده بيت. اه عايز يجيب طفلين فهو الطفلين لما يكبروا عايزين برضو كله طفل اللي واحده عايز يجيب طفلين. فا اه اعداد الكابلز دول اعداد هم اكتر من اعداد اللي ايه الجيل اللي قبلوهم او يعني الليفل اللي الكل بقى ايه اه بتاعيته. فالحكاية دي فيه تصرع يعني ايه? اه طيب. ماشاء الله يعني وبنائي هن bar리 كان. والموضوع اللي بعد كده هيقول لك. اه لما تيجي بقت ايس. لما تيجي تايس. ال 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 التحول اللي حاصل مثلا في الدول المتقدمة والدول النامية. او. شارcies. هتقول لي والله مسلا هنا مقسمها لتلاتة ستيجز يعني ايه? تلات مراحل مسلا من الف سبعمائة وتمانين لالف مش عارف تمنمية واربعين وبعد كده من الف تمنمية وخمسين لالف تسعمائة وتمانين وبعد كده من الف تسعمائة وعشرة لالفين وعشرة. ايه اللي حصل ده في الدول او يعني هنا جايل لك ايه لك يعني اوروبا الشرقية اللي هم بيقولوا عليهم يعني ما كانوش دول متقدمة وبقوا دول متقدمة كانوا ايه الاول بتقول لي والله ايه ده خط بتاع البرس ديت وده خط بتاع الديس الريت البرس اه ريت صوري البرس ريت معدل الولادة يعني ومعدل ايه الولادات يعني ومعدل الديس اللي هو الوفيات معدل الماليد وده معدل الوفيات كان الاول معدل المواليد اعلى من معدل الوفيات. فطبيعي ان هيحصل ايه في الجروس اه هيزيد. طب تقول لي هو الفرق ما بين الاتنين. الفرق ايه مسلا ده اربعين وده تلاتين يبقى فيه عشرة مليون هيتضافوا كل سنة. مسلا يعني او عشرة تلاف هيتضافوا كل سنة. يبقى هيزيد بالفرق ما بين الايه? دي المرحلة الاولى. كانوا مشين يعني ايه كده متوازيين. ده ده عالي وده عالي. وده اه منخفض. بدأ يحصل ايه? ان بدأ يبقى فيه توعية اه صحية فقل. قل. قل. لما قل. وما زال زي ما هو يبقى فيه فجوة الفجوة كبرت. فجوة كبرت. بعد كده حصل الناس بدأت تفهم وبدأ يبقى ايه يقول لك لا. طبعا نجيب اطفال كتير يبقى فيه عب اقتصادي بتاع ده انا بتكلم على الايه او اللي كانوا واصبعوا خلاص. اللي هو اوروبية مسلا. اه اوروبا الشرقية فهو بيقول لك ايه بدأت بقى الايه يما بدأوا يبقى فيه بقى تشجيع من الحكومات وفي يعني وعي للناس بقى يقللوا بقى بتاعهم. وبرضو انخفض بناء على يعني ايه تطعي مات بقى ورعاية الصحية والكلام ده. فبدأوا يقربوا من بعض لغاية ما تلاقيهم هيا. لكنهم ايه هيتقابلوا في نقطة او يعني الفر بينهم قليل او في التاريخ ده او في الدراسة دا ايه. طيب معنى كده ايه? معنى كده ان عندهمش بقى ايه بوبيوليشن جروس ريت عالي. فلما تيجي يبقى عندهم بقى ايه يعني التطور بتاع الاقتصاد بتاعهم والانتاج بتاعهم والبوبيوليشن بتاعهم بيزيد. يقسموا على البوبيوليشن البوبيوليشن ما بتزيدش جامد. فدخل الفرد بيزيد. كده دخل الفرد بيزيد كل سنة عن التانية. لكن تخيل ان البلاد تانية بقى تعالى نشوف بقى البلاد ان احنا بقى نمبسط بقى. تقول لي ايه? في جاب جامد او ما بين طبعا ربنا يزيد ويبارك بس يتبقى بصحة وبتبقى باقتصاد كويس وكل حاجة. اه فتقول لي بقى ايه? في فيه فيه اتنين كيس. ليه? لان مش كل زي بعض. هو هنا اجاب لك كيس من او اللي هم ما كانوش ما كانوش متطورين وبقى هم متطورين. مش كلهم زي بعض. فهو قسم هم لك في اتنين كيس. مسلا يقول لك مسلا ايه? الامارات مصنفة على انها ومصر مصنفة على انهم ده. بس الاتنين زي بعض. زي ما قلنا كده اصلا فيه ما بين كل اللي هم الوقتي زي ما قلنا كده يمثلوا حوالي سبع اتمان العالم. يعني طوم من العالم بس دول متطورة والباقي نمي او يعني بيتطور. عشان يعني الكلمة تبقى لطيفة شوية. اه. التانيين قلنا لما يكون عندهم اه اه الناتج بتاع الدولة بيزيد بمعدل. والبيوليشن بيزيد بنعدل بطيق. ما يعني كده ان ان دخل الفرد كل سنة بيزيد. بزيد بمعدل حلو. لان بتاعهم ما بيزيدش بسرعة جامد. لان الفوق ما بين والديس ريت. طيب عندنا احنا بقى لما تكون مش بتزيد جامد وتقول ان هي ممكن تكون بناء على زيادة الاسعار وهاتلي بقى خلي الاسعار كمان في يعني ما شاء الله او فرق كبير ما بين البيوس والديس ريت فيبقى يبقى داخل الفر ممكن مش مش يزيد بمعدل كويس ولا يزيد خالص ده ممكن يقل لان انت هتجيب الناتج المالي او الناتج كله هيتقسمه على اعداد اكتر يبقى المقام هو اللي بيزيد. وما في الباست هو اللي بيزيد في يبقى حاجة كويس. الكسف نهاية الكسف حاجة كويس. معدل بيزيد معدل الدخل الفرد. اه تعال نشوف بقى ازاي دي في قال لك اول حاجة زي ما شايفين كده كان زي بيطلعوا ينزم ومكن يكون في حروب ممكن يكون في اي مشاكل صحية بتاع بيتزود المهم. بعد كده بدأ يبقى في يعني طوعية صحية بدأ يبقى في اه تطعمات من من الاناضي اللي هي بتقللت بقى دي سويت شوية. بس ما زال ما شاء الله عالي. فلما اه قلت في كيس يعني بلاد نمية بس يعني برضو عندها وعي شوية او عندها امكانيات زي دول الخليج مسلا عندها بترول وكده فقللت الايه بس عندها وعي برضو زي ما قللت القللت فالفجوة فيه فجوة في فجوة كبيرة غير بس ايه اقل من من الكيس بيه الكيس ايه عندهم شوية برضو عندهم شوية وعي عندهم شوية قوانين يعني ايه احكامه حتى تقللوا ده فتلاقي الفجوة اللي هي ده. انما زي ما قلنا كده مش كل ازاي بعض ما قالش جامد. هو قال شوية بسيطة خالص. ما قالش جامد بس في فجوة كبيرة او في كيس او كيس بي. فجوة كبيرة معناها كده ايه? ان معقول فرق ما بين البيرس ريت والديس ريت. يبقى ايه? البيبيوليشن بيزيد. يبقى كده المقام هو اللي بيزيد. انا عايز الايه? البسط هو اللي يزيد. اللي هو الناتج اللي اجمالي عشان نقسمه على عدد البيبيوليشن عدد الناس في البلد. يبقى دخل الفرد يزيد. فتقولي للاسف. انا كل ما نعمل ناتج نقسم على عدد اكبر بسم الله ما شاء الله بنا يزيد ويبارك. بس يبقى بصحة. ويبقى بتقدم. يبقى بعلم. يبقى بصحة. يبقى في تعليم. يبقى في ناتج قومي. يبقى كويس. لو لو الناس تزيد. اه يبقى. حاول بقى تزود البسط او تقالي المقام. اه دي ايه? اه المهم من الاقتصاد بيورينا الصورة الحقيقية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته.